اشتركوا في القناة سأجدوا جميعا وفي طريقها لا تجد لباتة نهائيا سألتحل معكم بشيء واحد لكي ترون بسم الله سأجدوا محمرة من فوق ومن تحت سأجدوا العجين نهائيا و القرماشة السلام عليكم احبابي مرحبا بكم فيديو جديد على قناة بيتي ملتي بونا شانيل كديرا احوالكم صحتكم ان شاء الله مزيان كديرين مع رمضان ومع الصيام لا يعونا ان شاء الله بقما فات ولا يتقبل من الجميع يا رب الفيديو دي اليوم كيف شفتو احبابي بغيت نشارك معكم هاد الفطائر او للمملاحات او للينم كما بغيتو تسميوهم اللي كيجيوا رائعين بزاف ومقرمشين اخفافين ما كديش لاجينة فيهم تقيلة نهائيا اللي الكلتيهم غادي تقول مصوبين من الورقة دي البسطيلة وهما لا منعجين عادي سحري يعني بديل وكينقض الموقف الصراحة خصوصا بالنسبة للناس اللي بعيد عليهم المحال من يشريوا الورقة دي البسطيلة او للي ما كيعرفوش يصوبوها في الدار او للناس اللي سكنين في الغربة فهذا بديل وغادي يحمر لك وجهك يعني كيف شفتو ورقة رقيقة بزاف وكتجي مقرمشة والحشوة اللي استعملت خلاص كتجي لديدة ان شاء الله تبعو الفيديو الاخير باش عرفو طريقة تحضير ديال الحشوة وديال العاجين فاول حاجة درتها انني مشيت نحضر العاجين باش يبقى يرتاح وعاد نمشي نوجد الحشوة هي بسرعة غادي تبرد مهم حتاجت ضعفين ديال مقدار الدقيق الابيض الفرص يعني الثلاثين وثلاثين من السميد ناعم او لملفينو احتاجت الملح واحد المعلقة صغيرة ديال السكر واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة او لا بديكم حطيت الدقيق في الاول ومن بعد ضفت السميد كي قلت لكم ثلاثين من الدقيق الابيض وثلاث من السميد الناعم اللي هو الفينو غادي نضيف الملح والسكر وغادي نحاول نعجن بماء فاتر يعني ماشي دافي وماشي بارد شوية يالله بدك يدفع العجين العجين مخصوش يكون يعني سائل او مرخوف بزاف بالماء او لا قاصح يخصو يكون تقلوان بحال عجين تلمسمن مدلوك مزيان ورخو هنتو ما تشوفو يكون مطاطي بهاد شكل هذا فهذا المرحلة هذي عاد غادي نضيف تلك المع القادية للزبدة يعني نكونوا صافيا ما غاديش نضيفه الماء هاد الزبدة هذي هي اللي غادي نضيرنا التوريق كنحاولو ندخلوها في العجين شوية بشوية حتى كي يولي منساجم ومن بعد كنخليوه يرتاح واحد الخمسة دقايق وكان نصنعوه كوائرات كندلو يدينا في الزيت ونا ارتهنا كوائرات كبارين شوية متقادين تقريبا خرجت لي 11 الكورة ومن كل الكورة قدي نقدر نشكل ربعا ديالين من بعد كندهنوهم بزيت شوية من الوجه باش ما كنشفوهش وكننغطيوهم بشي بلاستيك غدائي وكنخليهم يرتاحو على مكان شو ونحضروا الحوشوة ديالنا بالنسبة لحوشوة أنا استعملت صدر الدجاج ممكن لكم استعملوا الكفتاء والليم توفر عندكم درت حبات ديال خيزه او للجزار واحد الى الفلفل احمر واحد القرعة خضراء واحد البصلة محكوكة واحد مطيشات تيقطعتها مربعات انتم هل تستعملوا الخضر اللي عندكم الفلافي الالوان والليم توفر لا يجب ان يلتزمون بخضراء معينة بالنسبة للبهارات ملح البزار زنجبيل بابريكا القصبرة يمكنكم استعملون الهريسة او الحار او الشطة لا يكترون البزار زنجبيل اكثر من الفلفل اسود هنا صدر الدجاج قطعتهم مربعات الفلفل مربعات والبصل حكيتوا بسرعة ينضج والكوسة او القرعام على الجزر حتى ما حكيتهم من بعد في مقلاد درت شوية ديال الزيت مخلطانة بين زيت نباتية وزيت الزيتون وضعت اول مرة البصل والفلفل لانه يحتاجون نفس المدة في الطبخ وكنقا نحركهم حتى يدبالو وكي يحمارو يتعسلو شوية عاد من بعض نضيف لهم باقي الخضار الكوسة والجزار وكننحركهم زيان حتى يدبالو مكيبقوش واقفين من اللي كنحسو بيهم طابو كي تبدل لون ديالهم بهذه الطريقة في هذه المرحلة نضيف صدر الدجاج مع طماطم اللي مقطع مربعات وكننحاولوا في هذه المرحلة نعلي وشوية النار باش الدجاج ما يتلقناش لما ناخسنا الحشوة تكون ناشفة وما كانت توقفوش بطبيعة الحالة على التحريك باش احنا بغينا الصدر يتشمع يتجمع ويبقى فتي ميجيناش قاسح في الحشوة وغدا نضيف البهارات كاملة باش يجينات جاجبن لا يطيبش يعني فاهي ولم السوس وهذه المرحلة اللي كنضيفو تعطي واحد طعم رائع في الحشوة وكتجي نفتية مكتجيناش ناشفة الحشوة مني كنكنو كنتناولوها انتوما كتشوفو اخا خليت النار عالية كي خرجنا شوية السوس او للمرق قادي نخليو حتي نشفح باش مياه مني كنو كان نشكلو في العجين ما يعني تعجنش وما يتقطعش مني يكون كي تتبخ في الفورن في الاخير ضفت شوية ديال الأوريغانو او الزعتر يمكنكم تضيفو اي اعشاب منسي ما كتفضلوها المعدنوس او اي حاجة انا كنفضل الزعتر في الحشوات لانه كيهضم وكتجي الحشوة خفيفة على الخاطر وصافي كبقى مع تحريك المصامير باش نشفنا الحشوة مزيان ومن بعد اللي بغى يضيف الفورماج يضيفوه لكن حتى كتكون دفاتنا الحشوة باش ما يدوبش انا خليتها هكا على طبيعتها وخليتها تبرد باش مشي نحضر العاجين من بعد كنحاول نبسط كل كرة دي العجين كيف شتوها دي ارتاحة ما شاء الله ومطاطية كن نستعن بشوية دي الزيت القليل جدا يدوب كنحط شوية في طاولة العمال وشوية غيب رؤوس الاصابع باش نقدر نطلق العجين لما نكتروش ليدان باش ما يجيناش يعني مضير بالصحة وفي نفس الوقت رحنا ندفن ذاك المعلقة للزبدة كافية للتوريق من بعد هنتو ماشتوه كان نطلق العجين حتى كي ولي شفاف جدا ممكنش نزيده كتر على هاد الحد هذا هاد الجواني بلي كيبانو غلادين بعد غادي نحيدهم ونتخلصوا منهم لانما سافي هادا ولي عطى الله مقدرش نزيد نطلقها كتر وكان قطع كل كورة على أربعة متل ما سبق وقلت لكم كان وضع الحشو في الوسط يمكن لكم تضيفوا الفرماج يعني في الحشوة يمكن لكم لا تخليوها على طبيعتها انتم وضق ديالكم من بعد نجمع الجواني بلي الوسط وكل مرة نضع صباعي في الزيت لا نهيز بالزافية لكي نطلق العجين ونقلوها بهذه الطريقة لا نضغط على العجين لكي تلصق كل طبقة على طبقة نحن نجده مجال ونطيب وطورق لكي تعطينا القرماشة اما إذا ضغطنا على العجين فأولا الحشوة ستخرجنا في الطياب وثانيا ما تعطينا شي نتيجة اللي يزوينا كان الصامر بنفس الطريقة أحبابي كان نطلق كل عجينة ونقسمها على أربعة بنفس الطريقة تكتب لي شفافة ونتخلص من ذاك الجوانيب وكيف شفتوا هذه العملية سريعة واقتصادية وكان ربحوا فيها الوقت يعني عوض ما نخدمه حبة بحبة كان نخدمه ربعة في خطرة واحدة صراحة جدا عملية أنا هناك نشطلي شفية العجين لأن الحشوة جتني قل من العجين ومعليش خليتها في المجمد حتى نستعملها في حاجات أخرى إن شاء الله والنصيحة اللي كنلحة لها هو أنكم ما تضغطوش على العجين احنا ورقناه رقيق بزاف باش نحصلو على ديك القرماشة يعني معناش الغرض باش يجينا العجين نضقص طبقه على طبقه ضروري هنتو ما كان يعني كل ما كان رولي لبنت لي العجينة بقى غليضة نضغط عليها برؤوس الأصابيح حتى تكون شفافة جدا من بعد نشكل القطع كاملين وضعهم في واحد اللطة اللي فرشت عليها ورق الزبدة باش ندخلهم الفران نضير شوية ديال أصفر البيض و نضهنهم على وجههم من بعد غدي تزينو بطريقة اللي بغيتو بشنو مطفر عندكم أنا درت شوية ديال البافو أو الخشخاش و استعملت الزنجلان الأبيض و الزنجلان الأسود ديال السوشي مهم كيبقى اختيار التزيين ندخلهم الفران على 180 درجة كيطيبهم من فوق و من تحت في مرة واحدة يعني ما كان نديرهم مش لفوق قعد نبطهم كانش على فوق و تحت كيطيبهم من داخل و كيطيبهم من داخل و كيطيبهم من برة و تبقى العجينة خضرها من داخل و كيكون هذا الشكل ديال هومي كيخرجهم من الفران ما نقول لكمش على الريحة اللي كينا في الدار ما شاء الله انتم ما كتشوفهم حمرين من فوق و من تحت و مقربشين و كيبقى تزين في تقديم اختياري انا قدرت شوية ديال الفجل شوية ديال كوغنيشون شوية ديال مخللات التوم المخلل و قدمتهم بها الطريقة هذي بصحة و العافية ان شاء الله يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم ما تنساوش تدروا لايك احبابي للفيديو تشاركوه مع الاحباب والاصدقاء باش توما يستفدوا من الوصفة و اخليوا لي التعليق ديالكم بلا عندكم شي ملاحظات و الاقتراحات مرحبا بيها على الرسل العين و الهناس للفيديو ديالنا احبابين قلكم تقبل الله و سيامكم و الى فيديو قادم بإذن الله مع السلامة اشتركوا في القناة